أهلاً وسهلاً بكم أحباء المشاهدين في الحلقة الماضية رأينا نظرياً كيف امتدت أياد النصاخ الأوائل للنص القرآني لتغيير كلمة القرآن بكلمة الذكر في الآية 6 من سورة الحجر وذلك من خلال قراءة أقدم مخطوط للقرآن في العالم وهو ترصنع دي آم سفر واحد شرط سبع وعشرين نقطة واحد وبالذات في الرقع 14 ألف وذلك كما قلنا لنفي تهمة الجنون عن محمد وللقول بأن النص لم يتغير ولن يتبدل في المستقبل فاليوم سوف أقدم مثلاً لبعض أخطاء النصاخ الأوائل لإثبات أن مقولة القرآن كان محفوظاً في الصدور مجرد مقولة مسلماً بها آمن بها معظم المسلمين ولا زالوا يرددونها في أي مناسبة تمس بقدسية القرآن تعالوا ننظر ننظر عفواً إلى ما جاء في صورة المؤمنون الآية 17 تقول الآية ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ما معنى كلمة طرائق؟ لماذا نسأل هذا السؤال؟ نسأله نظراً لاختلاف الفقهاء في معنى هذه الكلمة جميعهم تفقوا على أنها سماوات وهذا مفهوم من صياق الآية ولكنهم اختلفوا في معناها على عدة أقوال منها كما جاء في تفسير الرازي قيل لها طرائق لتطارقها أي أنها بعضها فوق بعض وقيل إنها سميت بذلك لأنها ترائق للملائكة في العروج والهبوط والطيران يعني مطارات للهبوط وصعود الملائكة وقيل كذلك لأنها ترائق الكواكب فيها مسيرها يعني أنها كمثل طرق كما أنها كذلك مصدر الرزق بالمطر النازل منها كذلك مقر الملائكة وموضع إرسال الأنبياء ونزول وحي وغيرها كما جاء كما قلنا في الرازي وبما أن القرآن يفسر القرآن فالغريب أن كل هذه التأويلات لا توافق سياق آية أخرى تحمل نفس الكلمة وذلك في الآية 11 من صورة الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائق قددا فقيل إن عبارة كنا ترائق قددا تعني كنا أهواء مختلفة كما جاء في تفسير الطبر وبالعودة للمعاجم اللغاوية لا نجد معنى ثابت للكلمة فيقال ترائق الظهر أي تقلباته وترائق القوم أي الرجال الأشراف كما هو موجود في لسان العرب لإبن منظور الكلمة ترائق لا شك أنها بالجمع ومفردها طارق والطارق في القرآن معناه النجم الثاقب كما جاء في سورة الطارق من الآية الأولى إلى الآية 3 السؤال الذي يتبذر للدين هل الترائق نجوما في السماء؟ الشواب لا لأن الجن في سورة الجن الآية 11 ليس بنجوم وبالتالي فالكلمة ترائق تكون تصحيفا حصل أثناء النقل ولمعرفة أصلها علينا أن نأخذ بسياق الآية أي نقوم بمقارنة نظيرتها في القرآن وهي موجودة في سورة نوح الآية 15 ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة؟ والكلمة التي تؤدي نفس المعنى هي طباقا أي طوابق وبالتالي طا واو ألف نبرا قاف يمكن اعتبار حرف الواو في الأصل را فالناسخ الأول للنص القرآني نقل حرف الراء سهوا أو خطأا بدلا من الواو والنبرا في الأصل باء وليست ياء أو همزة كما هو الحال في المصاحف الحالية وكما يمكن الإشارة إلى أن حرف الهمزة هو من اختراع الخليل بن أحمد الفراهدي في العصر العباسي وبحسب علم القراءات فقريش كانت تساهل الهمز أي لا تهمز الكلمة كما هو الحال عندنا في المغرب نقول فاس ولا نقول فأس نقول مومن ولا نقول مؤمن نقول ميدا ولا نقول مائدة وبإعادة الكلمة لأصلها تصبح الآية واضحة لا تحتاج لتأويل وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَوَابِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ بقي لنا مراجعة كلمة طوابق في الآية 11 من صورة الجن هل توافق صياق النص أم لا والجواب يكمن في أول آية مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّ دُونَ ذَلِكَ بمعنى الصالحون هم المؤمنون طيبون ومنهم دون ذلك أي أقل مرتبة من الصالحين وبالتالي هم درجات ومراتبة في الإيمان وهذا واضح كما جاء في صورة المايدة الآية 100 قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيْتُ وَالْطَيِّبُ وكذلك في صورة الأنعام الآية 165 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات إلى آخره فالجن كالبشر هم كذلك طوابق ومراتبة ودرجات في الإيمان والسؤال الآخير هل هناك ما يدعم هذا الطرح في المخطوطات؟ الجواب نجده في مخطوطة سمرقند في صورة هود الآية 73 نجد كلمة رحمة كتبها الناسخ في هذه المخطوطة سهوا بالواو بدلا من الراء واو حميم نابرة نرى بوضوح وجود حرف الواو بدلا من الراء في آخر الصفحة أو الرقعة من الرقعة 195 ريكتو على مخطوطة سمرقند وباقي الكلمة في الصفحة الموالية من نفس الرقعة أي 195 بيرسو فكرة وجود طوابق أو طبقات سماوية تقدر حسب القرآن بسبع سماوات طباقا كما رأينا في صورة نوح الآية 15 موجودة كذلك في التلمود اليهودي قبل الإسلام وذلك في القسم الأول من الفصل من الفصل 1 إلى الفصل 22 من الكتاب الثاني لأخنخ بين قوسين النبي إدريس بحسب القرآن حيث صعد هذا النبي في معراجه إلى سبع سماوات طباقا لمقابلة الله في السماء السابعة وهذا الخبر جاءت الإشارة له في صورة مريم الآيتين 56 و57 واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أي في السماوات ففي التلمود الكتاب الثاني لأخنخ بأن هذا النبي زار السماوات أو السماء الأولى ورأى الملائكة الذين يحكموا النجوم ومخازين السماء المختلفة وفي الفصل السابع وصل للسماء الثانية حيث رأى أسرى معلقين في الظلمة في انتظار يوم الدينونة أما السماء الثالثة ففيها الجنة المخصصة للأنبياء وفي السماء الرابعة كما جاء في الفصل 11 إلى الفصل 17 رأى النبي أخنخ دروب الشمس والقمر كما هو موجود في صورة ياسين من الآية 38 للآية 40 وفي السماء الخامسة رأى أخنخ جنود الملائكة الساقطين وفي الفصل 19 وجد النبي أخنخ سبع أنواع من الملائكة المقربين يسبحون لله ويسجدون وفي السماء السابعة يجد رؤساء الملائكة وعلى رأسهم جبريل في الفصل 21 وكذا كان معراج النبي أخنخ أو إدريس وهنا يمكي القول إن القرآن قد أخذ فكرة السماوات السبع من التلمود نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مقبلة كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر